شارك سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة في أعمال الاجتماع الوزري الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة والذي عقد في مدينة جوانكشو الصينية وذلك بمشاركة وزراء التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي وسعادة السيد وانك وونتاو وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية وبحضور معالي الأستاذ جاسم حمل ابديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركزت مناقشات الاجتماع والذي يعد الأول من نوعه على عدة موضوعات مهمة أهمها الحفاظ على النظام التجاري المتعدد للأطراف وتعزيز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وتناولت المناقشات أيضا تعزيز التعاون الاستثماري في الاتجاهين وتطوير السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد وتعزيز التعاون في مجال ربط البنية التحتية والتعاون في مجال الطاقة الحديثة وقد تناول الاجتماع أيضا مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك